البحرين في اكتوبر الماضي غرت عن البحرين وذكرت الحراك البحريني محق منذ البداية لهذا بالتحديد لم يختفي إذ لا زال المأزق قائما في البحرين بانتظار حل سياسي عادل المأزق في البحرين لا زال مستمر باعتقاده؟ يعني بدليل أنه يوجد يوميا إشكال يوجد أسبوعيا إشكال يوجد كل جمعة قضية لا زالت معارضات في السجون ومعارضات في الشارع لا زالت القضية مخنوقة هذا لا يعني أن المطروح في البحرين كان أو لا زال إسقاط نظام وإنما كان المطروح في البحرين إصلاح النظام ولزالت قضية الإصلاح مجمدة في البحرين أنا برأيي أنا من أكثر الدول أنا كتبت في مقالي منذ أيام أكثر دول جاهزية للإصلاح السياسي هي الكويت ثم البحرين والكويت أسهل البحرين ربما أصعب لكن من الضروري أن تتمتع القيادات بالقدرة على أن تأخذ قرار الإصلاح لأن قرار الإصلاح هو الوحيد الذي يسمح بالاستقرار السياسي هناك اتهام بحريني لدكتور شفيق الغبرة بأنك ضالع في مشروع أو تورط في مشروع أمريكي إخواني صفوي وتمرغت في مستنقع العنف والطائفية وهذا كلام أحد كتاب البحرينيين ذكر الأخ أحمد جمعة ذكر بأن الدكتور الغبرة ألغى كل المكاسب التي لم تتحقق ولا في دولة عربية بما فيها الكويت عشرات المنظمات غير الشرعية تمانش نشاطها كما لا يوجد في أي من دول العالم فعندما ينظر الغبرة للربيع ويتخذ من الأحداث الطائفية في البحرين نموذجاً فهو أعمى ويعمي عن رؤية الحقيقة الدولة الحديثة تجابه انقلاباً صفوياً هؤلاء المأخوذين بربيع الدم الذي حول العالم العربي إلى مستشفى كبير للمجانين ومما يؤسف له أن أكاديمي مثل الغبرة قد تورط في هذا المشروع الأمريكي الإخواني الصفوي وتمرغ في مستنقع العنف والطائفية تورط في مشروع أمريكي تبقى يعني هلأ الصفوي وإخواني في تناقض مع ذلك مع ذلك نعود إلى البحرين ألم تبدأ الأحداث في البحرين بمظاهرات شبيهة بمظاهرات التي وقعت في ميدان التحرير قامت بها شبان وشبات وعائلات سعوا باتجاه وبطريقة سلمية طرحوا رفعوا شعارات تطالب بإصلاح ألا تعاني البحرين من هيكلية سياسية مأزومة ألا يوجد تجنيس سياسي ألا يوجد حرمان كل اذهب إلى البحرين يحكر الكاتب أن الأصلحات في البحرين أكثر من الكويت التي تطال ربما فئة معينة اذهب إلى القرى اذهب إلى الأماكن النائية الأماكن الفقيرة في هذه الجزيرة الجميلة لا يوجد مبالغة ستكتشف أن 60% من المجتمع وأغلبهم صدفت أن أغلب هؤلاء المهمشين من الطائفة الشيعية يوجد من السنة مهمشين لكن الصدفة هذه مشكلة المجتمعات العربية يعني نظام صدام حسين كأنه كون حول بعض العائلات السنية وهمش الأغلبية الشيعية نظام السوري بشار كون حوله فئة من العلويين وفئة من الأغنياء السنة وهمش أغلبية السنة وفئات أخرى من المجتمع لهذا عندما تقع السورات نعم مع الأسف أنه عندما تقع السورات بين الناس تقع أيضا على أرضية طائفية لأن تكون طائفة بكاملها قد همشت ولكن علينا أن نتعامل بطريقة تسمح لهذه الطواف أن تخرج من الإنغلاق الطائفي لصالح الإصلاح السياسي لهذا أنا بست مع أجندة أنك تحول البحرين من دولة بين قسين سنية إلى دولة بين قسين شيعية وإنما تحولها إلى دولة لكل مواطنينها شيعة وسنة مسيحيين ويهود وغيرها وأن تحولها إلى دولة دستورية تحكم بمؤسسات ويكون هناك عدالة اجتماعية ويتكون تنمية مستدامة للجميع ترى هناك أفق للخروج من الأزمة البحرينية؟ أرى هناك أفق للخروج من الأزمة البحرينية لأن البحرين لن يستقر إذا لم يجد أفق للخروج من الأزمة البحرينية منذ أنا أذكر بالسبعينات ومنذ نحن أطفال هناك أزمة في البحرين تنفجر وأحياناً تبقى سنوات وجدت مشكلة عليك أن تعالجها حتى تستطيع أن تعيد تلك اللحمة بين الأسرة الحاكمة وبين الدموقراطية بين الشعب والحكم وبين الحاضر والمستقبل وأن تكون حليماً وتنظر إلى هذا المستقبل المتحول وتخلق هذه الأرضية التي تسمح بنمو سياسي ومتوازن لك ولمجتمعك وكما حملت السلطة في الكويت المسؤولية بالدعوة للحوار تحمل السلطة في البحرين أيضاً مسؤولية الحوار؟ أنا أحمل السلطة في البحرين مسؤولية الحوار؟ أنا برأيي أن العالم العربي نموذج من أقصى إلى أقصى رغم الفارق الكبير الذي دائماً أضعه بين الأنظمة الملكية والأنظمة الجمهورية باعتبار أن الأنظمة الملكية لم تمر بالكثير من الدورات الدموية التي مرت بها الأنظمة الجمهورية ولكن مع ذلك بالمحسن العالم العربي نموذج بكل النماذج لسيطرة السلطات التنفيذية لسيطرة السلطات الحكومية